موسيقى موسيقى أهلا بكم معايا في حلقة جديدة من برنامجكم جمعة كل جمعة وزي ما تعودنا الحلقة فيها ثلاث فقرات الفقرة الأولى عن الكاريكتير المصري والعربي والأجنبي وكيف غطى حدث هام بيحصل في مصر اليامدي هو قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة مجلس الشعب واللغط الدائر حول هذا القرار لغط جامد جدا وحالة من الفوضى الفقهية وإلى آخره والكاريكتير المصري والعربي غطى بشكل جيد جدا الفقرة الثانية مع فنان كاريكتير هو الأستاذ نبيل صادق وهو رسام خلوق جدا ومؤدب للغاية ومع ذلك لم يعمل سوى في جرائد المعارضة الفقرة الثالثة مع فنان شاب هو أشرف سق ويعني هنقبله ونعرف طريقه وإزاي بدأ في ممارسة فن الكاريكتير تعالوا معايا بعد الفاصل نشوف الفقرة الأولى اشتركوا في القناة لخطة مفاجئة ومرزيرة للجدل أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بسحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة والخاص بحل مجلس الشعب بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب إلى الإنعقاد وممارسة اختصاصاته ويقضي أيضا بإجراء انتخابات مبكرة نيابية مبكرة خلال ستين يوم بعد موافقة الشعب في استفتاء عام على الدستور الجديد والموافقة أيضا على قانون جديد لمجلس الشعب الحقيقة قرار رئيس الجمهورية أثار خلافات كثيرة جدا وأدى إلى انقسام شديد في المجتمع المصري لكن أنا شايف أن كان أسوأ حاجة هو آراء الفقهاء الدستوريين اللي خلتنا بالزبط زي لطرش في الزفة لا فاهمين دا ولا فاهمين دا لأنه اللي مع القانون أو مع القرار الجمهوري بيجيبوا أسانيات قانونية واللي ضد القرار برضو بيجيبوا أسانيات قانونية وإحنا ولا فاهمين حاجة في اللي اتنين وكل المسألة إن البلبلة عندنا والخلافات زادت بشكل شديد جدا فو تعالوا معايا نشوف الكاريكتير المصري عمل إيه على هذه المسألة رسام الكاريكتير أحمد عبد النعيم في جريدة المسائية رسم تحت عنوان قرار عودة مجلس الشعب وعمل واحد مواطن بس واضح إنه هو فيه عمبر العقلاء يعني طبعاً اتجنن يعني ولبس الطاصة فوق دماغه وماسك وردة دستوري مش دستوري دستوري مش دستوري دستوري مش هو مسألة مش خالص اللي مهم إنه يعني قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب يعني كان له أصداء زي ما قلنا بالنسبة للفوق دستوري اللي هم ملع العين أو اللي يمزي في جميع المحطات على هذه المسألة رسم وليد طاهر في جريدة الشروق واللي رسم زي ما يكون كده واحد فاتح محل وكاتب عليه فقيد دستوري والفقيد دستوري ده هو كاتب بمناسبة قرار عودة مجلس الشعب الفقيد دستوري بيتكلم في التليفون وبيقول لا مش حراوح دلوقتي ده موسم اليوم دول وفيه يفطى جنب ومكتوب عليها مرحباً بالفضائيات طبعاً هي ده ده يومهم يعني وعلى القرار أيضاً الجمهوري رسم رسام الكاركتير عمر سليم وعامل يفطى مكتوب عليها أوركسترا مجلس الشعب السينفوني وهذا طبعاً هو عامل مجلس الشعب طبعاً أكتر ناس كانوا سعداء بقرار عودة مجلس الشعب وهم التيارات الإسلامية فهو رسم هذه التيارات الإسلامية عمالين بيغنوا بيقولوا أول ضربة قضائية تيرا لم لم فتحت باب الحرية تيرا لم لم اديها كمان ملوخية وهو دايماً بيرسم كلب بتاعه صغنان كده الكلب ماشي وفي حالات تعجب واستفهام كثيرة وأنا عن هذا القرار الجمهوري أيضاً أنا رسمت كاركتير في جريدة الأهرام عامل فيه طبعاً أسرة فقيرة جداً اللي طبعاً واضح أن جانب كبير جداً من الشعب المصري الفقراء عموماً يعني لا مهتمين ولا عارفين إيه اللي بيحصل بالزبط فواحدة ستة بتكلم جولزها بتقول له يا أخويا وأنا مالي مجلس الشعب ولا يرجع ولا ما يرجعش أنا اللي يهمني هتعرف توفى لنا حاجات رمضان ولا لا هو ده اللي يعني بيفكروا فيه هذه الأيام لأنه هي المشكلة دي كلها مسألة سفستائية وكلام هما في الأغلب مش فاهمينه عن عودة مجلس الشعب رسم رسام الكاركتير أحمد حنفي وده كاركتير أنا جايبه من عن نت رسام رسم دكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب هو قاعد على الأوبة لكن عمال بيغيز في المجلس العسكري بأنه بيطلع لسانه يعمل إيده يعني يعني حالات الغازة اللي بيعملوها بعض الناس لبعض كاركتير مباشر خالص والأمر هنا طبعا واضح يعني عن أيضا هذا القرار رسم رسام الكاركتير محمد عبداللطيف في اليوم السابع كاركتير عامل فيه دكتور مورسي رئيس الجمهورية والعسكري هما الاثنين كل واحد يمسك مطرقة نازل بيها في تحطيم دولة القانون هو ده ما يحدث الآن لأنه كل المسألة دلوقتي هي خلافات قانونية حادة جدا احنا وقفين في النص مش بهمين حاجة يعني بالمرة على نفس الموضوع رسم عبدالله أحمد في جريدة اليوم السابع كاركتير عمل فيه الرئيس محمد مورسي عمله هو ضخم قوي وعمال بيقول أوبس يو يقطعني أنا دست على إيه هو فعلا هو ضخم قوي فهو واضح أنه ما شافش حاجة صغيرة موجودة قدامنا هي دايس على المحكمة الدستورية العليا طبعا هو هنا عمله كأنه يعني بالخطأ يعني على أثار قراء القرار الجمهوري واللي عمله في البورصة لأن ده طبعا أي حاجة يعني بتعمل قلاقل أو خلافات في الرأي أو انقسام في المجتمع بيكون لها هبطت أسهمها في بعد هذا القرار والحالة اللخبات الموجودة في المجتمع رسم عمر سليم في جريدة الشهوق الرئيس ماسك بالقرار مكتوب عليه عودة مجلس الشعب وعمل شنب الرئيس وهو عمل زي سهم البورصة نازل لتحت البورصة خسرت في اليومين دول مبلغ يعني بالمليارات يعني المهم يعني خليكم معايا بعد الفاصل حنشوف الكاريكاتير العربي والأجنبي عبر ازاي عن هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المهم رجعت البي ام دابليو والحراسة للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب اللي دعا لعقد جلسة عادية للمجلس حضرها 347 عضو ولم يحضر امتنع عن الحضور 161 عضو دول اللي رفضين قرار رئيس الجمهورية معاودة مجلس الشعب رئيس رئيس المجلس سعد الكتاتني يعني الجلسة انعقدت لمدة حوالي نصف ساعة وقرر انه هو يحيل الامر امر المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الى محكمة القضاء الاداري علشان تقول رأيها في آلية تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا في نفس اليوم انعقد المجلس الشعب كانت المحكمة الدستورية ايضا بتشوف او بتتخذ قرار بتصدر حكمها في دعوة قامها مجموعة من المحامين وكانوا يشاركهم ايضا بعض فقوات دستوريين المشهورين زي دكتور يحي الجمل زي دكتور علي الغتيت وبعض الشخصات العامة زي جورج اسحاء المحكمة يعني في يعني جلسة مستعجلة يعني اخذت حكمها بانه قرار رئيس الجمهورية باطل بعودة مجلس الشعب وانه هذا القرار بتاعها يعني يبقى واجب التنفيذ بمسودته زي ما بيقوله المهم تعالوا نشوف الكاريكتير العربي وانا مش جاي بغير الكاريكتير اجنبي واحد عام قال ايه بالنسبة لهذا الموضوع رسام الكاريكتير حسم بليبل من لبنان رسم كاريكتير عبارة عن ثلاث اهرامات الهرم مكتوب عليه المجلس العسكري وهرم مكتوب عليه المحكمة الدستورية وهرم في الوسط هو الرئيس محمد مرسي لكن كلا الهرمين اللي حواليه اللي ماسك هراوة اللي ماسك مطرقة حيضربوها فوق الهرم الثالث اللي في الورس والفنان نفسه حسم بليبل شارح الكاريكتير بيقول مرسي يريد ان يكون هرما من اهرامات مصر لكن الهرم هو بناء شامخ وراسخ وهو ايضا قبر كبير فاي وجهة سيختارها اسلامي ومصر ده الكلام اللي كاتبه الفنان على موقعه الالكتروني الكاريكتير التاني بعد كده عملوا رسام مغربي اسمه الشاهد وراسم المجلس العسكري على هيئة اشارة مرور اللي هي الاحمر والاخضر والاصفر وهذه الاشارة المرور بتدي للرئيس المصري الجديد بتدي له مفاتيح السيارة اللي حيسوقها وهنا يعني إذا هي أشارت المجلس العسكري أشار بالإشارة الخضراء يبقى الرئيس الجديد هيمشي إذا فضل يشير بالأحمر معنى ذلك أن الرئيس لن يتقدم خطوة كاريكتير بعد كده عملوا رسام الكاريكتير إليس ليبة في قطر وعمل كرسي الرياسة فوق دبابة طالع من الدبابة يده المجلس العسكري بتشير في اتجاه والرئيس بيشير في اتجاه آخر هذا هو الحال في مصر هذه الأيام الكاريكتير الأخير لرسام أجنبي وده الكاريكتير الوحيد اللي أنا لقيته ورسم رسام الكاريكتير أولي من السويد وتحت عنوان طريق الصدام وعمل النظام العسكري في مصر والرئيس مرسي عبارة عن نحلة بتلف وتدور حوالين رأس العسكري طبعا علشان تلسعه برضو أنا بعتقد أنه ده يعني حقيقي تفسير جميل ومباشر قوي للموقف في مصر الآن أرجو أن يكون الكاريكتير المصري والعربي والأجنبي عجبكم وفاصل ونلتقي بعد الفاصل فيه مع رسام الكاريكتير الفنان نبيل صادق اللي أنا على بال مقوم أجيبه يكون شفنا السي بي بتاعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الضيف النهاردة صادق هو ضيفي النهاردة أحد رسامي الكاريكتير من جوقة رسامي الكاريكتير اللي مهدوا الأرض أمام ثورة 25 يناير بتسلتهم الضوء على كم الفساد وال يعني سوء الإدارة اللي كان بيمرسه النظام السابق ضيفي فنان نبيل صادق أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا أستاذنا الكبير نبيل كالمعتاد كلنا بدأنا نرسم وإحنا طلبة في السنوي أو في الإعداجي فأنت إيه كان بدايتك إزاي برضو نفس القصة إن بداية الزملاء الأول في مجال العيلة إن يبقى العم والأخوال والكده يبقى فيه رسوم على المواقف في الطريفة اللي بتحصل في العيلة بعد كده مع الزملاء في الدراسة بعد كده بيبتدي الإنسان يبص للصحف والمجالات ويشوف طالما أنه هو بيحب مجال فبيبتدي يشوف الأسادزة بتوعه أو الناس اللي أكبر منه إزاي بيمارسوا هذا الفن وإيه الأسلوب اللي بيستعملوه إنت قلتلي إنه يمكن اللي خلاك بداية تبتدي تحب الكاريكاتير إنك إنت كنت بتقرأ مجالة سمير وميكي وبعدها بلبل وبلبل عجبيتك قوي كروان قضي اللي كان رئيس رئيس نعمان عشور تمام الأديب العظيم يعني وكان فيها مجموعة من كوكبة كبيرة من الرسامين وده اللي خلاني بقى بعد كده أبتدي أبص لمجالة صباح الخير اللي ظهرت سنة ستة وخمسين وبرضو كان فيها وكنت بتشيري مجالة صباح الخير من الشارع مجالات الأديمة المجالات الأديمة بالضبط كده ده إنها كانت أقل يعني سعرا سعرا لكن ده عرفك صباح الخير عرفتك على الكاريكاتير بشكل جيد طبعا لإن هي صباح الخير ومؤسسة روزي لوسف هي المدرسة الأساسية في فن الكاريكاتير اللي ظهرت منها أجيال كبيرة جدا وكانت هي المدرسة قبل كده طبعا الكاريكاتير دخل كان زي ما سعادتك عرف كأستاذنا إن دخل الأجانب هما اللي دخلوا الكاريكاتير وبعد كده بالضبط في البداية خالص أنت بقى روحت بصباح الخير سنة سبعين روحت لإني إزاي؟ الأول عرفت إزاي تروح عرفت إن من خلال على فكرة بس أقول للمشاهد إنه نبيل من سكان الشرقية يعني هو طول عمر عزيزي الشرقية لما أقوله إزاي عرفت مش بس إزاي عرف يوصل إزاي؟ إيه اللي جيب باله أو إزاي؟ مين اللي وصله لمجلة سبع الخير يجي من الشرقية علشان يروح شارع الأصر العيني لمجلة روزا اليوسف هو كان فيه واحد قاربنا كان يعرف الأستاذ محمود المراغي الله يرحمه فقال له فيه عندي شاب بيرسم كاريكاتير فعايز تشوف إيه اللي ممكن يعني فالأستاذ محمود المراغي عرفني بالأستاذ ناجي كامل وهو كان في الوقت ده بيرحب بالشباب اللي بيحاوله كان برده أستاذي على فكرة فالحقيقة روحت له وابتدى يقول لي على إيه الحاجات اللي أنا ممكن أعملها عشان أبقى رسام كويس يعني إن أنا أبقى وطبعا في البداية إيه الحاجات اللي ما عملهاش فابتديت أتعلم من خلال الأستاذ ناجي بس هو كان صعب إن أنا أستمر في القاهرة وأنا مقيم في الزازي في الشرقية بصبت نشرت أول حاجة بالسنة السبعين في نادر الرسامين في نادر الرسامين في مجلة الصباح الخير ده فتح لك الباب إنه مجلة صوت الشرقية يكلموك ويقول لك تعالى بالزبط كده بالزبط لتانت فيها قدية مجلة الصوت الشرقية؟ حوالي أربع أو خمس سنين بشكل ليه هي مجلة كانت بتطلع بشكل شهري فلغاية لما شافوا الشغل برضو بتاعي في الجمهورية وابتدوا يقولوا طيب إزاي وصلت الجمهورية برضو؟ الجمهورية لأن كان رئيس تحرير في يوم من الأيام رئيس تحرير صوت الشرقية كان الله يرحمه الأستاذ وحيد غازي أستاذنا اللي هو كان رئيس تحرير جارية الأحرار فيما بعد فشاف مجلة صوت الشرقية وقال لهم والله ده فيها واحد كويس طب ابعتوه في الجمهورية كان وقتاله أستاذ محسن محمد بيتولى رئاسة تحرير الجمهورية وكان الناس اللي في الجمهورية يعني فيه نوع إزاي ييجي واحد من مؤسسة زي الأخبار وهو يتولى القصة الشهيرة كانت نفس الأفضاء في الجريدة بالضبط كده فابتدى يستعين بمجموعة من الشباب من الخارج من الخارج على أن هم يبقوا يعينوا في إدارة جارية الجمهورية بفكر جديد فأنا كنت أحد هؤلاء الشباب اللي قدمني له الأستاذ وحيد غازي وابتديت أعمل بشكل يومي في جارية الجمهورية كم سنة يا نبيل؟ من حوالي 75 لسنة 77 لأول ظهور جريدة معارضة في مصر عندك كاريكاتير ده هنا لكن خيال الحبيب المجهول مش لايه فيه حاجة منكم دي الأغنية الشهيرة بتاعت ليلة مراد بالضبط وهنا مصر ماسكة ورقة مكتوبة على الهاتف ديمقراطية وقدامها العسكري والاتجاهات أو السيارات الإسلامية مش هو ده اللي لايه فيه حاجة منهم حبيبها المجهول هو حضرتك الكاريكاتير ده معمول بقال ومش قريب يعني ده هو لكن هو بيواكب الأحداث على طول مجل يعني ده يمكن حوالي أكتر من يمكن دخل على سنة يا سلام لكن هو كان بداية الصراع اللي وصل لغاية النهاردة لغاية النهارة لغاية النهارة لغاية النهارة لغاية النهارة جريدة الأحرار إيه الحدوتة دي؟ الحدوتة دي إن كان رفضي معظم الرسامين الكبار كانوا رفضين فكرة إن يبقى فيه يدخلوا تجربة جديدة ما هيش مضمونة أيها جورنان أول جريدة حزبية في مصر هل فعلا هيبقى من بعد من 52 لغاية 77 ففترة طويلة وكان الحزب الواحد وكان اللي ما يدخلش لتحادل الشتراكي ما يشغلش في المصحاف ما يخشش الدنيا فكون واحد بأن ناس تيجي تدخل وتبقى فيه أحزاب وهي الحقيقة كان يعني كانت الأحزاب معمولة على استحياء لأن الله يرحمه رئيس السادات قال طب ما خليها منابر وبعد كده طب ما تبقى أحزاب حول المنابر إلى أحزاب وأحزاب تلاتة اتجاهات يمين مثلوا حزب الأحرار ومصطف كامل وضحة مثلوا حزب الوسط اللي هو بتاع ممدوح سالم ويسار اللي هو خالد محيدين حزب التجمع وكل واحد من التلاتة كان له الجريدة بتاعها الجريدة بس هي الأحرار بقى كانت أول جريدة حزبية معارضة صدرت في 14 نوفمبر 77 قبلها جم طلبهم قالوا لي تعالى أنت بتاخد في الجمهورية كام قلت لهم باخد 25 جنيه قالوا لا ده احنا هندي لك 50 50 جنيه وهنت تعين والكاريكاتير بتاعك هيبقى في الصفحة الأولى الصفحة الأولى وهتبقى يعني وهي مجلة أو جرنان أسبوعي فهي مناسبة بين ذلك وإنت مقيم في الشرقية أنك أنت ما تجيش كل يوم وبعدين ده رسمة في الصفحة الأولى وأنا الوحيد فهشيل الليل لا طبعا كانت حاجة يعني جميلة جدا أنت في سنة الثمانين رحت مجلة سبعة الخير أظن قبلت ساعتها لويس جريس بالمصادفة كان مقابلت لويس هو كان في حفلة بتعملها جريدة الأحرار ومناسبة صدورها فكان موجود الأستاذ لويس وبعدين قال لي أنا متابع شوالك طب ليه ما تجيش تشتغل معنا فقلت له ده هيسعدني ده مجلة سبعة الخير دي طبعا تارير أنا شارط في أول رسم اللي كان فيها في سنة سبعين ففعلا رحت وبتديت أعمل صفحة كاملة لوحة زائد صفحة كاريكاتير كمان بس الحياة ما استمرتش لظروف كتير هنا ده رسمة برضو عن ثورة يناير خلاص أنا من يناير هكون إنسان جديد هبطر الفساد وشيل بتاع الحديد بتاع الحديد طبعا هو هنا بيقصد أحمد عز اللي هو بتاع الحديد طبعا برضو كاريكاتير دي أحد الشخصيات اللي أنت كنت بتنسمع باستمرار اللي هو شخصات الحزب الوطني اللي هو الوصولي كمان شخص وصولي شخص الوصولي الوصولي كان إيه بقى خدت إيه بقى الباكاليروس إيه؟ الباكاليروس هندسة مدنية وبعد كده لأن أنا بشتغل في الصحافة فأصريت على إن أنا أخد دبلوم عالي في الإعلام كمان يعني عشان يبقى لكن ما شغلتش من اتنين شكل مباشر يعني هو أنا عدلت طبعا أن أنا بقيت متخصص وده كان بيديني فرصة أن أنا أدخل للنقابة وأبقى وأخد علاوة من حزب الأحرار على إن خدت دبلومة كمان بيتعامل زال موظفين يعني زال موظفين بعد كده أنت روحت جريدة الوافد اليومية إيه إيه إنت قابل سعيدة بالخالق إزاي؟ هو سعيدة عبدالخالق كان زميلنا في الأحرار من أول يوم يعني أحنا أول ناس دخلوا جريدة الأحرار كان رئيس تحرير كان صراحة بضايا كان الله يرحمه وحيد غازي وعبد الكريم سليم والله يرحمه كمان برضو سعيدة عبدالخالق وأنا مجموعة من فكنا كلنا كتيبة عمل بتشتغل في الأحرار والله يرحمه سعيد كان من الناس الصحفيين الواعدين يعني كان عمل في أول بدايته في الأحرار شواء المحافظة كان الله يرحمه سعد مأمون محافظة القاهرة سلم شواء للناس فسعيد عبدالخالق عمل قنبلة إنه جاب أسماء الناس المحظوظين اللي أخذوا الشواء دي فكان الحياة يعني من الناس الأسماء اللي أنت قلتها وحيد غازي وسلاح قبضايا وسعيد عبدالخالق دول كلهم كانوا نجوم الصحافة في التمانينات والسبعينات والثمانينات وكلهم كانوا سلاح قبضايا كان الأخبار وحيد غازي الجمهورية عبد الكريم سليم سليم الجمهورية وسعيد عبدالخالق كانت جمهورية قبل ما يبقى بعد كده في الأحرار وبعدين جريدة الواب وكده ما كانشي هو هو نفس اللي أنا بخطف اللي اتخده في الأحرار فما فوش زيادة فحسيت إن أنا كان لازم يعني إيه يا إما تختار دا يا تختار دا ريكاتير يا نبيل هنا عن الصحافة القومية والناس اللي بيتحولوا أو اللي يتحولوا بعد 25 نار ودلوقتي عندهم استعدادة يتحولوا مرة أخرى ليمالئوا الاتجاهات الإسلامية وهو مسك الألم وبيقوله ما تخافش عليه الألم دا بيتلون في ثانية طبعا التلون هنا مش إنه لون أحمر وزرق لكن التلون التلون الفكري الفكري بالزبط الحقيقة كارسة الصحافة من ساعة التأميم إنه كان لابد إنها تبقى لها تبعية فالله يرحمه الرئيس السادات عمل تبعيتها المجل الشورى استلمها الحزب الوطني والنهاردة بيستلمها الإخوان برضو دا كاركاتير على بعد الثورة واحد برضو صحافة قومية وعمله بلياتشو بيقول كان من أشد مؤيد النظام وبعد الثورة بقى بالشكل دا بعد الثورة بقى بلياتشو لأنه الأول كان مع نظام مبارك دلوقتي مع نظام الإخوان المسلمين فهو هنا بلياتشو بيشتغل مع كل لون يعني ما هو يعني حضرتك قاعدت فترة بداية الثورة نسبة كبيرة يعني ما تقدرش تتحول بشكل فوجاك لكن يتحولوا يتحولوا طبع رسمت أنت مع حزب التجمع مش عارف أنت قلت لي حاجة اسمها إيه جورنان جورنان التجمع دا كان جورنان بيطلع مع وجود الأهالي كان في وجود الأهالي بس هو كان التجمع كان رئيس تحريره مين كان رئيس تحريره زميلنا أحمد جودة وكان رئيس مجلس الإدارة أستاذ أبو العز الحليل عوضون شعب الحلي قالوا الحل هو عايز يتحول هو عايز يتحول طبعا اشتغلت كم سنة تقريبا في التجمع اشتغلت من 93 لغاية 2003 لغاية 2008-2009 حال كده كده بتوع الأهالي بقى هو الأول للتجمع وبعد كده قابلني طبعا هم في مكان واحد في مكان واحدة فقابلني الأستاذ نبيل زكي وقال لي كان رئيس تحرير كان رئيس تحرير الأهالي اه فقال لي لا أنت ما تيجي تعمل لنا شغل ما أنت شمعنا التجمع اشمال التجمع اه فقلت له ده يسعدني والحقيقة كان فرصة بالنسبة للأهالي لأن في الوقت ده كان جريدت الأحرار ايوه ظروفة السياسية لأنه رئيس الحزب توفى اه والقائمين على الجورنان لابد أنه هم يهدوا يهدوا اللعب لأنه ما ينفعش هم بلا شرعي اه والمجلس الشورى ممكن بمتع البساطة يقول لهم لا يقفلوا خالصا فده اللي خداني فرصة أن أنا أروح للأهالي وأعمل شغل كان متميز كان آآ آآ قدمت الشغل ده لنقاب الصحفيين واخدت جيزة الجيزة في 2006 2006 أنا واحد من اللجنة طبعا طبعا لكن أنت بعتقد أنت كان الأهالي بالنسبة لك كانت يعني نجدة من السماء أنها تخرج من الأحرار لسقفها وصي قوي وتروح للنان معارض سقفه عالي لأنك أنت طول الوقت واخد على أنك تعارض بالزبط بالزبط والأهالي أنت فعلا في الحقيقة أنا بيلة عملت فيها شغل حلو قوي الأهالي جريدة حزب التجمع ما فيش رسام كاريكاتير مصري له رأي وفكر واضح ووطني إلا واشتغل فيها كلنا شغلنا أنا شغلت فيها كل كتير قوي من من أبناء أرزاليوس فيشتغلوا فيها جريدة كانت هامة جدا لنا في إبراز الصوت يعني المعارض أنت عملت بعد كده بعد الثورة عملت معرض فردي لوحدك ده كان أول معرض متالي تعمله أنا بيك ده كان أول هو مش أول معرض هو تعملت مجموعة معارض في سائد الصاوي وفي أكتر من مكان ويمكن حضرتك أشرفت على عدد منه في لكن هو أنا عملته قبل مع بداية الصورة لأنه كنت عملت شغل كان مع أول يوم من الصورة لأنه هو طبيعي أن أي حد في جورنال معارض كان بينتظر سعيد جدا بالثورة بالضبط كان طب نشوف الكاركتير ده ونكمل نبيل ده النائب العام والشعب كله جاي بلغنا الحرب اللي سرقونا وطبعا الطابور واضح أنه مصر كلها كانت واحد للنائب العام وده حقيقي ده ده فعلا كان يعني ده تقرير واقع يعني كان مجموعة كبيرة والغاية النهاردة يعني ما هو حضرتك بتشوف المظالم بس هو ده ده الأشياء المؤسف لسه ملفات الفجات الثورة كان بالنسبة لك إيه يا نبيل الثورة هو يمكن سعدك سيد العرفين وأستاذنا ففاهم أن أي رسام كاركتير بيبقى حلمه زي أحلام هو بيشتغل على أحلام البوسطة العدالة الاجتماعية والحرية كل رسام الكاركتير ده همهم الأول فطبيعي يعني أهداف الثورة واللي كان بتطلبه الثورة هي كل المبادئ اللي رسامين الكاركتير بيشتغلوا عليها طول الوقت بالضبط كده ما أعتقدش أن فيه رسام كاركتير يختلف على فإلا إذا كان بقى بوق وده ما ينفعش ده ما يبقاش رسام كاركتير وبالتالي فكان طبيعي أن نحن كلنا ننحز للصورة ونبقى ده من ضمن أحلامنا وأهدافنا فعلشان كده أول ما قامت الثورة عملت شغل كان كتير فلاقيته أنه فرصة أن أنا عمله في النقابة وعملته في الصالة تقريبا كامل وحينا فيه حوالي خمسين أو ستين لوحة كلها عن كلها عن الصورة وعلى الأهداف نبيل كان أنا عارف أن ابنك أمير كان بيرسم كاركتير وأنا شفته ووراني شغله وكان نفسام كاركتير واعد واضح أمير غير اتجاهه وده لأنه شاف أن الكاركتير مش جايب همه ده حي هو أصل أنت حضرتك عارف أن الكاركتير ما هوش يعني رسام الكاركتير ما بيشتغلش من فراغ لابد من المتلقي وأولهم القائمين على الجريدة زمان كان بيتفهم المسألة دي حد مثلا زي أحمد بها الدين العمل الكوكبة الكبيرة من رسام الكاركتير كان مصطفى أمير كان حسن فؤاد الناس اللي كانت بتفهم يعني إيه كاركتير مش مجرد ملء مساحة فاضية بالضبط كده المؤسف أنت بتقولي أن ما يحدث الآن كان لو لو الناس رؤساء التحديد بيفهموا في الكاركتير كانت جرادة ملء كاركتير لأن هي أحسن معبر عن ما يحدث في مصر من لخبطة دلوقتي والشعب المصري نفسه هو شعب ساخر ساخر بطبيعته تعرف حضرتك حتى الواحد بيدخل على النت بيشوف حاجات هيلة هيلة يعني أنا مش عارف بس عجب رسامين الكاركتير يعني هو أو المساحة المفروض تُعطى للكاركتير في الصفحات في الجرائد بتاعتنا ما هيش أوليلة جدا يعني مع أن على الانتحاجات يعني أمير بيش تغالي بقى دلوقتي دلوقتي هو صحف رياضي رياضي الرياضة بيسافر بره وبياخد بدلات وحلم وأهو بالزبط كده لكن رسام الكاركتير وجع دماغ وبعدين يعني مش جايب أهمه في الأخير أنا بشكرك أنا بيش خالص على حقا تشريفك لي الله يخليك وسعيد قوي باللقاء ده وبتمنى لك كل الصحة والعافية ودائما تفضل تمتعنا بفنك الجميل وأشوفك دائما في أتم صحة والعافية الله يخليك أستاذنا ده فرصة عظيمة أننا حضرتك يعني أتحت لي الفرصة دي وأنا شاكل أفضارك جدا شكرك حبيبي أرجو أنكم تكونوا مبسطتوا من لقائي مع فنان الكاركتير الجميل نبيل صادق وفاصل ونشوف الفقرة الثالثة مع فنان أو نفسام كاركتير شاب هو أشرف صادق موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الضيف النهاردة الفنان الشاب أشرف سقر ضيفي خريج كليد تربية الفنية وبرضو أحد ماجستير في النحت ضيفي بدأ يمكن حياته من قبل ما يتخرج وكان له تجارب متعددة حندردش فيها دلوقتي أهلا يا أشرف أهلا يا أشرف أقدم لينا نفسك أشرف سقر معي باكروريستر ربية فنية من جمعة عن شمس أعلي صوتك شوية أشرف بدأت حياتي أنت عندك كم سنة دلوقتي؟ أنا دلوقتي 29 29 سنة أو قبل ما أتخرج بشوية وأنا في ثالثة كلية تقريبا بدأت أهتم بالمعارض ورسم الكاريكاتير وأتفرج كتير وأبدأ أقلد مرحلة التقليل ده كان أنت قلت لي قابلت مين؟ أستاذ إبريم حنيتر إبريم حنيتر قابلت بالصدفة فقال لي أشرف أنت أدام دارس فن وكده ممكن تبقى رسم الكاريكاتير ما كنتش يعني ما كنتش مهتام مساعدة أه لا ما كنتش لسه بدأت بقى تجيب مجلات كاريكاتير وتتفرج وتتفرج وبعدين أعجبني الموضوع عملت تجربة واثنين وثلاثة لنفسي مش لقدمت في حت قال لي طب يا أشرف أنت مستواج بيتحسن كل يوم عن تاني طب قدم في أيامنا الحلوة كانت فترتها الأهرام عامل باب اسمه أيامنا الحلوة أيوة بيأخذ أي فنانين من الشرط المتعينين في الجريد فقالتول لا يعني أنا لسه بادئ وأدام في الأهرام ففعلا أنه رحت أدامت مرة واثنين وثلاثة ما فيش حاجة نشرت بعدين بدأت هيئاس فجأة لقيت صحابي بيتكلموا من الكلية وقال لي أشرف اشتري الجرنال بتاع بتاع أمبارع الأهرام أه كانت يوم السبت وكان قال لي اشتري يوم الجمعة بتاع أمبارع والله مش معن قال له اشتري وانت تعرف ففجأت أنه ليه رسمات التراشرت كتير أكتر من تات رسمات في يوم واحد في الملحم أه أبدأ واتنشره في الأهرام ومش رسمة واحدة تلاتة في يوم واحد أه ده حاجة كويش فطبعا فرحت جدا وتصلت لأستاذ بريم شكرته قالت له وانت كان عندك أنا كنت أخذ الموضوع إنه مفيش فايدة وإنه مش قادر قال لا كل ما نكتهي واستمرت استمرت في رسم الملكاري كتير حتى الآن وانت طالب قلت لي كان مشروع التدريب بتاعك مع الصم والبوب وبعد كده انت عملت لهم معرض إيه الحكاية يعني إزاي إزاي تعاملت مع كل يعني هذه الفئة من الناس اللي هما عندهم يعني عائق زهني أو غيره في عندنا قسمة في الكلية بياخدوا الإعショين أوائل على الدفعة من السنوية ويديهم كسمة ده تضيلي متربية خاصة الكسمة ده إنك إزاي تتعامل مع الفئات ديت نفسويا وطربويا وكل حاجة فخدت الكرسو ده. ففي معرض كان في الابرة اسمه الابداعات التشكيلية الموجهة للطفل. فانا عدد اتفكر احنا هنفضل نعمل للطفل للطفل العادي. طبعا انا اعمل فكرة للطفل المعاق. المعاق زي ليه? لا سمعيا المرض. لان انا فقايت اسمه بكم يعني اكتر فاق ميال ليه يعني. طبعا منهم حاجات كويسة يعني. اه. لان طبعا المكروفين اه. انه احتى يمشي معهم. لكن فقايت الفرون التشكيلية التانية. لا لازم نكون لها موصفات معينة. اه. العاقة الزهنية عاوز واحد يكون صبور جدا. انا يمكن بقى بعصبي. اه انا ممكن بقى صابر جدا جدا بس لما بقى بعصب بقى. فما نفعش اتعامل مع الفئة ديات كويسة. اه. فكانت احسن فئة بالنسباني السمو والبقر. اعملت اه فكرة اه ترجمة الاشارات بدل ما هي صفة فتغرافية كالكتير. اه. يعني بدل اه مثلا اشارة الحب. اشارة انا. اشارة اه اسمي. اه. هي صور عبار عن صور فتغرافية. وبتتدرس في المراكز على انها صور فتغرافية. طب انا لو رسمتها رسوم كاركتير. هتقبق. هتخش الزاكرة المستلقي بسرعة. وهتثبت. اه. فاصبح ان اه ممكن الناس العاديا تعرف اه لغة الاشارة. اه. فرسمت الموضوع ده ولقى استحسن كبير. واخدت عليه شهات التقدير مكترفون التشكلية. ده كان كتير لك اعتقد كم ايام موقعات الجمل. اه. اه. ده كان اه بعد موقعات الجمل عطول. لان قبلها بيوم انا كنت بايت في مدان التحرير. كنت في مدان التحرير. قبلها بيوم. اه. اه. منجرد ان احنا بايتنا. احنا الصبح كنا تعبانين. اه. فان احنا لسه في الطريق. اه. قبل ما اوصل البيت كانت الموقع حصلت. اه. فقلت عاوزين نلف ونرجع تاني. فيمكن ده اكتر حاجة دايقتني ايام صورة ان انا ملحقت. ان انا في محضر التغش. اه. اه. بعد ما اتخرجت اشتغلت اه في وزارة تربية وتعليم. قد ايه. ام شهرين. كم؟ شهرين. بس. اشتغلت مدانس رسمي اشرف. اه. فاني مرحلة سنية. الاعدادية. الاعدادية. طب ايه ايه كان يعني اثر الفضرة دي عليك. هل انت حاسيت ان الفن او تدريس الفن ده شيء اه مهم في هزي المدارس. والله انا. انا. ولا انا كان دايما حاجة كده عليها مش. لا هو بحكم ان اه ان فيه سنة بتضيع على بتاع التربية اللي هي سنة التكليف وما فيش تكييف ولا تعيين. اه. فالجيش بتاعنا بيتأجل سنة. فالسنة دي فراغ كده في حياتي. اه. فقلت اشتغل لا اي حاجة. فانت دخلت تقضية واجب معنا. اه. اه. فدخلته يعني شهرين وقدرتش اكمل السنة اه. 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 طبعا دخلت في منطقة ارياف. اه. الرسمة والفن والفن التشكلية. اخر ممكن اخر حاجة ممكن يفكروا فيها. اه اطفال طبعا اه شياطين. فما استحملتش. بعد كملت بعد كده اشتغلت ايه. اه. دخلت في مجالة ديكور والجرافيك الدعاء اللي علينا. اه. الكريكتير انت مستمر. اساسي. استمريت بعد كده نشرت الزون عندنا في مجالة كريكتير. كريكتير وجريدت العروبة. وجريدت العروبة. جريدت العروبة دي ايه بقى? دي اه جريدة اسبوعية. فين بتطلع فين? اه بتطلع هنا في مصر. اه. اه اشرف انت من سكان. الاليوبية. الاليوبية. اه. اه. يعني خارج القاريرة برضو. اه ودي اكبر مشكلة بالنسبة. في اكبر مشكلة? اه. تفتكر انا انا شايف دلوقتي مبقاش فيه مشكلة بالنسبة للناس اللي مخيمين خارج القيارة وبيلسموا كاركتير لانه النت موصلنا كلنا بسهولة شديدة يعني. تمام بس النت بدأ من امتى؟ من فترة بسيطة. اه. لكن ما كانش منتشر الانتشار ده. اه يمكن العامل الضجل للنت الفيسبوك وبدأ مؤخرا. اه. اه. يعني من خمس سنين. نشوف الكاركتير ده? اه. ده حتى اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الفيسبوك. ان هو اصبح قوة دلوقتي. اه. القوة واللي هو اساسا احنا بنقول ان هو كان سبب اه رئيسي او اه عامل مهم جدا في نجاح الثورة في مصر في خمسة واشين يناني. اه. بقى بذكري كتير حلم. هعمل انت بس على شكل ايه اللي بنسميه كنا بنسميه ايه الرجل الاخضر يعني حاجة قوية. اه. كان ولكن بيقول هلم المبارز. هلم المبارز اه. الثورة عملت لك ايه عشر. لا هي ثورة غيرت حاجة كتير. انت بتقول لي انت كنت تبقى كنت موجود في. في التحرير دايما اه. في التحرير. اه. اه يمكن في موقف حصل اه كنت حاجة تقول لك. تبص على الكاركتير ده. الجاهل والبلطجة. اه. وبيقول الجاهل اللي بيكلم المواطن بيقول له انت اسقطت النظام قضيت على الفساد. حلية المحليات. عملت كل اللي انت عاوزت. هتعمل معي انا ايه. اه. ويمكن الرسمة دي اتعملها في اول الثورة. في اول الثورة. في اول المحليات. اه. فطبعا بعد كده لقيت ان الجاهل فعلا اهزانة في الانتخابات. اهزانة في موقف الحياة. اهزانة في ازامات البنزين والكل الازامات المفتعلة. دي سببها اساسي الجاهل. الجاهل. اه ثورة عملت لك هي اه اه. اه اعملت لحاجة كتير ومنها في موقف اه ازامني نفسيا. اه. 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 ان في الفترة اللي هي ما بعد الثورة على طول. اه. كان فيه اعتصامات. اه. ففي مرة كنت في الاعتصام فليت شاب كده شكله مهندس او طالب في هندسة. شكله متعلم يعني. اه. لابس تشيرت ابيض. قال لي اه انا سمعت انك رسام. ممكن تكتب لي اه او ترسم لأي رسمة. قلت له ايه. قال لي المجلس عسكير ويقول علينا بلطاجية. اه. اكتب لي انا بلطاجي. فروح ترسم له بلطاجي كبير كده على تشيرت. اه. وكتبت له ايه. انا انا بلطاجي. اه. هو الشاب ما يعرفنيش ولا انا عرفه. اه. ده الكلام ده كنت انا مسافر السافرت بعدها على طول باسبوع. اه. بعد اسبوع كنت في السعودية وبقرأ بقرأ الاخبار كده. لقيت العسكري اه يفض الاعتصام بالقوة. ويقبل على كل من يرتدي تشيرت انا بلطاجي. اكتب انا بلطاجي. عرفت ان الشاب ده خد الصورة وطبع منها تشيرتات ولبسوها في الاعتصام. اه. فحسيت انت بتاني طبير. اه. اه. انا ده بكري كتير عن البلطاجة. انت هنا شايف ان البلطاجة اللي بيعملها مش المواطنين لكن بيعملها. الشرطة. العسكر. اه. الشرطة في الاول طبعا. الشرطة في الاول. المقولة بتاعت مصطفى كامل لو لم اكن مصريا لو دتت انا بكون مصريا. انا حورتها خليتها ايه? لو لم اكن شرطيا لو دتت انا بكون بلطاجيا. لان طبعا الفترة الاخرانية اقويل كتير والله اعلم بالحقيقة ان معظم الازمات اللي بتحصل وراها امن الدولة المحل. اه. فالله اعلم بالحقيقة طبعا بس من خلال الصورة اي صورة بتقوم بتقوم على اسباب حقيقية. اهم اسباب ان كانت شرطة قسم كبير بينها كبير جدا كان فاسد. اه. وكان تعزيب واهانة للمصريين كتير جدا. فطبعا دي كان البلطاجة مش اكتر. اه. رغم ان في ناس وظباط شرطة شرفاء جدا وكويسين جدا. طبعا. طبعا. وانا اتعملت معاهم اعرفهم. زيهم زي اي فئة. اه. فيهم الكويس وفيهم الوحش. بس اه الواحد فيهم الوحش يعمل بلاية كتير جدا لانه اسلاح قوي. انت شافي اشرف انه مستقبل الثورة لسه مازال قائم وانه الثورة قائمة وان الثورة ما ما انتكستش او ما ما تقضاش عليها او محدش هيادر يقضي عليها. اه. انت شايف كده. طبعا. لان نساوي واحد بس. ان احنا عدينا خط الخوف. خلاص. احنا دلوقتي احنا بنعمل لقاءات وبنتكلم. بنتكلم على رئيس الجمهورية وبننتقده. بنتكلم عن كلام ده ممكنش موجود. يعني شعب المصري اتغير فعلا. ده حقيقي. ولا يمكن نرجع وراء تاني ابدا. ان شاء الله. انا بشكرك خالص يا اشرف على تشريفك لي. وبتمنى لك اقام انا اشرف نسيت اقول انه هو بيشتغل دلوقتي مش في مصر بيشتغل في السعودية. بنتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله كمان توصل لاحد الجرائد السعودية وترسم فيها لانه مصريين كتير اصدقائنا لما راحوا السعودية رسموا فيه جرائد. فانا بتمنى لك ان شاء الله النجاح والتوفيق في رحلتك. وترجع لنا مصر مجبور الخاطر باذن الله ودايما نشوفك في احسن حال يا رب. شكرا. وبنتمنى لك تقدم في الكاريكاتير. شكرا. 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 ارجو ان يكون الفقرات التلاتة عجبتكم. وبتمنى لكم يعني يا رب كده ان احنا نرسي على بر فيما يحدث الان في مصر ونخرج من حالة اللخبطة اللي احنا عايشين فيها وحالة التشارزم والانقسام اللي احنا بنعيشها بسبب قرار رئيس الجمهورية الاخير بعودة مجلس الشعب. وهذا الجدل القانوني اللي احنا قاعدين في وسطه زي الاطرش في الزفة مش فاهمين حاجة. فتمنى ان احنا نرسي على بر خلال الايام القادمة. وان شاء الله اشوفكم الاسبوع القادم او تشفوني الاسبوع القادم اه يوم اه الجمعة ساعة عشرة اه مساء واعادة البرنامج الساعة الواحدة اه ظهرا يوم السبت. والى اللقاء في الحلقة القادمة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة